نجح العميد علاء السعداني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود رسميا في إبرام عدة صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق وأعلن عن ضم اللاعب محمود عبدالله مهاجم الإسماعيلي ومدحة فقوسة لاعب خط الوسط ووجيه عبد الحكيم المهاجم وأحمد أيمن المدافع الأيمن من صفوف الإسماعيلي في صفقات انتقال حر لمدة ثلاث مواسم وأكد العميد علاء السعداني إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية بعد خضوع اللاعبين للكشف الطبي والتأكد من سلامتهم مؤكدا على سعيه لإنجاز كافة التعاقدات في أسرع وقت ممكن ويسعى مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في ضائرة الأضواء والشهرة وبهذا ينضم رباع الإسماعيلي إلى حرس الحدود دون أي استفادة مادية للنادي الإسماعيلي رغم حاجاته الماسة لأي ملين في هذا الوقت نتيجة الأزمة المالية المتوجدة في الإسماعيلي من المسؤول؟ وأين إدارة التسويق بالنادي الإسماعيلي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر